حديثنا اليوم حول المواطنة وتعزيز الهوية الوطنية والمواطنة في المملكة العربية السعودية ملموسة فجميع أبناءنا أبناء الوطن العزيز ينتمون لهذا الوطن الغالي الكبير وهناك مقومات عديدة وكثيرة لحب هذا الوطن أولا حب القيادة الرشيدة حب هذه الأرض التي هي أرض الحرمين الشريفين ومهبط الرسالة النبوية على رسولنا محمد بن عبد الله أيضا موقعها الجغرافي فهي تقع بين ثلاث من القارات مما أنعكس على دورها الاقتصادي والمملكة العربية السعودية ولله الحمد تزخر بأرض ذا موارد اقتصادية جمة والمواطنة بمفهومها العام هي علاقة الفرد بالوطن الذي ينتمي إليه وهذا الشعور يجعل هناك تماسك اجتماعيا بين أفراد المجتمع ودائما العلاقة حينما تكون علاقة إيجابية بين المواطن وبين القيادة كلما كان هناك تحقيق منجزات عظيمة وهذا ما نلمسه ونراه في وطننا الغالي مملكة العربية السعودية وطبعا النسبة الأعلى في مجتمعنا الحالي هي نسبة الشباب الذي نال اهتمام قيادتنا الرشيدة بقيادة سيد خادم الحرمين الشريفين وسبو ولي عهده الأمين حيث أولى اهتماما كبيرا بأبناء الوطن وهذا نلمسه في الرؤية الحكيمة الرؤية التي هي خارطة طريق لكثير من المجالات فالمتتبع لمحاور الرؤية التي تتكون من ثلاث محاور مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطنا طموح أن بثقت منها عدد من البرامج 14 برنامج جميعها تسعى لتحقيق الرفعة والعزة لهذا الوطن الغالي وأن درج تحت محور مجتمع حيوي هو تنمية القدرات البشرية وتنمية القدرات نلاحظه على المستوى التعليمي والأكاديمي في كافة مجالاته وهذا بدوره يتفرع من التعزيز الهوية الوطنية التي تنبثق من المحافظة على تراثنا ولغتنا العربية وأبجاد هذا الوطن وتمسكنا بعقيدتنا السمحة فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى على أنحبانا بنعم كثيرة أولاها القيادة الرشيدة العظيمة التي منذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المغفور الله الملك عبد العزيز طيب الله ثراه حتى وقتنا الحالي في عهد سيد خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وسمو ولي عهده الأمين يحفظه الله ونحن نرفل بالأمن والأمان والسؤدة ولله الحمد المتتبع للتطور الحضاري في المملكة العربية السعودية يلاحظ بأن هناك تطور عظيم في كافة المجالات فعلى المستوى الاقتصادي والمستوى الثقافي والمستوى الاجتماعي والجميع يرى هذا الأمر فنحن لله الحمد لدينا الآن شباب واعي مدرك لدوره في المحافظة على أمن هذا الوطن العظيم والوطن كما نعرف عظيم جدا فالشاعر يقول وطني لو شغلت والخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي فالوطن لا يتعوم والوطن غالي على الجميع فالإنسان بدون وطن كأنه حقيقة من دون إسرة ومن دون أي كيان ونحن ولله الحمد في وطننا المملكة العربية السعودية قبلة المسلمين نفتخر بهذا الوطن الذي أنم الله علينا به فيجب علينا جميعا أن نحافظ على أمن هذا الوطن وأن نكون دائما متكاتفين حول هذا الشأن وأن يكون عندنا انتماءنا لوطننا انتماءا عظيبا كبيرا فنحن في كل يوم نرى الاجدهار لهذا الوطن